كيف وافقت على إجراء مفاوضات مع موسكو في بيلاروسيا على الحدود البيلاروسية على ماذا يجري التفاوض وكيف تنتهي هذه المفاوضات الآن بالنسبة للتفاوض روسيا الآن في وضع صعب وبالتالي قد أحيانا تعرف أنك تحقق بالسياسة ما لا تحققه بالحرب وبالديبلوماسيا أحيانا وأن تتضع البندقية أو السكين على رقبة الخص ما لا تحققه بالعمليات العسكرية أما الأوكراني يعتقدون أن ذهابهم إلى التفاوض هو من منطلق قوة أنهم يقاومون وأنهم مستعدون للاستمرار وأن المقاومة استحول إلى ثورة شعبية على فكرة من الممكن جدا أنه إذا توسعت العمليات إلى الغرب سيتشتت الجيش الروسي أنت أمام ثاني أكبر بلد في أوروبا مساحته كبيرة نصف المساحة الجغرافية الأوكرانية إلى الآن لم تمسها ولم يطالها القصف ولم تسلها القوات الروسية وبالتالي قوات الروسية ستتشتت في هذه المناطق لمن اليد العليا اليوم للمفاوضات اليوم اليد العليا يمكن أن نقول لمن يملك زمام المبادرة المبادرة اليوم يمكن أن نقول أنها للأوكران في المقاومة والدليل أنه رفضوا التفاوض قبل اليومين والبارحة ثم اليوم موافقوا الموافقة أنا أعتقد أنها جاءت بضغط من الدول الغربية يريد الغربيون أن يعرفوا ماذا يريد بوتين هل غير أهدافه؟ هل لان بوتين؟ هل صار موقفه ضحيفا؟ هل صار موقفه؟